ماذا نقرأ في أهم توقيع وردنا من الناحية المقدسة زمان السفير الثاني رضوان الله تعالى عليه العمري الثاني إنه توقيع إسحاق ابن يعقوب رضوان الله تعالى عليه أنا أقرأ عليكم من المصدر الأصل لهذا التوقيع من كمال الدين وتمام النعمة للصدوق إنها طبعة التي أشرت إليها قبل قليل التوقيع يبدأ نصه من صفحة 510 وأنا أقرأ من صفحة 512 الإمام بخط يده كتب هذا التوقيع من جملة ما جاء في هذا التوقيع الشريف وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج هذا أمر من الإمام لا يستطيع أحد أن يقول من أن هذا الأمر ليس في حد الوجوب هذا أمر في حد الوجوب وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم أمر صريح ولا بد أن نفهم حديثهم وفقا لمعاريض كلامهم وفقا لمعاريض كلامهم فإنهم حينما يأمروننا بالدعاء إنهم يأمروننا بالعمل الذي يكون من سنخ ذلك الدعاء لأن الدعاء من دون عمل كما هم يقولون كما علمونا كالقوس بلا وتر القوس بلا وتر هل يعمل هل يستطيع الرامي أن يرمي سهما بقوس ليس له وتر كيف يكون ذلك أئمتنا هكذا علمونا وهكذا فهمونا وهكذا ثقفونا من أن الدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتر فحينما يأمروننا بمستوى الواجب يأمروننا بالدعاء فهذا فهذا يعني أنهم يأمروننا بمستوى الواجب بالعمل الذي يأتي منسجما مع مضمون الدعاء الإمام يقول وأكثر الدعاء يعني وأكثر العمل في خدمتي وأكثر العمل في خدمتي مثل ما قال الصادق صلوات الله وسلامه عليه لو أدركته لخدمته أيام حياتي إنها الخدمة المتواصلة الإمام الصادق يتحدث في كلمته هذه عن كل ثانية من عمره لو أدركته لخدمته أيام حياتي هذا كلام حقيقي ما هو بمجازي والإمام هنا يأمرنا وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج الإمام يريد مننا أن نعمل لأولا قبل أن ندعو نحن مطالبون بالعمل حتى إذا أردنا أن نقول من أن الإمامة أمرنا بالدعاء من دون عمل وهذا لا يمكن أن يكون لأولا ولكن حتى لو قلنا بهذا فهذا هو تكليفنا فهؤلاء الثولان من أمثال إسحاق الفياض هذا من أمثال مراجع النجف هؤلاء الثولان كيف يقولون من أنه ليس هناك من تكليف في عصر الغيبة إلا أن نعود إليهم إلى هؤلاء الثولان أنفسهم كلمة إمام زماننا واضحة وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج أكثر الدعاء بتعجيل الفرج يعني اعملوا بجد وأكثر في عملك إنه نحو مشابهة ولو من بعيد لما قاله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لو أدركته لخدمته أيام حياتي إمامنا السجاد يقول لأبي خالد الكابلي وهو من الذين استثنوا من ارتداد الأمة بعد عاشورة إنه من خواص إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه الحديث حديث طويل يبدأ من صفحة 351 من نفس المصدر إنه كمال الدين وتمام النعمة أنا أقرأ عليكم من صفحة 353 من نفس الحديث هذا المقطع دائما أكرره لأهميته إمامنا السجاد يقول لأبي خالد الكابلي يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته غيبة الحجة بن الحسن يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته القائلين يعني المعتقدين بإمامته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان لماذا لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهد الله سبحانه وتعالى لا يعطي عقولا وأفهاما ومعرفة إلى هذا المستوى الذي تتحول به الغيبة عند هؤلاء بمنزلة المشاهدة إلا أن يكونوا قد أخلصوا لله سبحانه وتعالى فهذه العقول والأفهام والمعرفة هي الحكمة من أخلص لله أربعين صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه والإخلاص لله هو الإخلاص لإمام زماننا لأنه هو وجه الله الإخلاص لله هو هذا المعنى الذي يتحدث عنه دعاء الندبة الشريف أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء توجه الأولياء إلى وجه الله هو هذا الإخلاص فالإخلاص لإمام زماننا هو هذا الإخلاص لله من أخلص لله أربعين صباحا من أخلص في توجهه إلى إمام زمانه أربعين صباحا لأن المخلص يتوجه إلى وجه الله إلى أي جهة يتوجه المخلص يكون مخلصا حينما يكون قلبه وعقله حينما يكون كيانه وجدانه ضميره متوجها إلى وجه الله ووجه الله هو الحجة بن الحسن فمن أخلص لله أربعين صباحا تفجرت ينابع الحكمة من قلبه على لسانه هو الذي أخلص في توجهه لإمام زمانه أين باب الله الذي منه يؤتى أين السبب المتصل بين الأرض والسماء أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء هذا هو مضمون دعاء الندبة الشريف الذي جاءنا عن إمامنا الصادق هذا هو تكليفنا هذا هو تكليفنا الذي رسمه لنا أئمتنا ليس من زمان إمامنا السجاد من زمان رسول الله صلى الله عليه وآله رسول الله رسم لنا تكليفنا في قرآنه فالآيات التي قرأتها عليكم من سورة الأنعام ومن سورة آل عمران هذا برنامج رسول الله الذي رسمه لنا لأداء تكليفنا ووظيفتنا بين يدي إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وهؤلاء الأغبياء الثولان من أمثال إسحاق ومن نصبه ومن أمثال البقية من مراجع حوزة الطوسي من الذين ماتوا أو من الأحياء أو من الذين يقفون في الصف بانتظار موت السستاني هؤلاء الأغبياء الثولان لا يجدون تكليفا لشيعة زمان الغيبة إلا أن نعود إليهم إلا أن نقدم لهم الأموال وأن نكون عبيدا عندهم وعند أولادهم السفلة وعند أصهارهم السرسرية الصاقطين الهتلية هكذا هكذا يريدون من الشيعة أن يكون عبيدا لهم أن يكون حميرا كي يركبوا على ظهورهم إنهم ينكرون سيرة الأئمة بكل هذه التفاصيل وينكرون حقائق القرآن المفسر بتفسير علي وآل علي ألا لعنة على منهجهم ألا لعنة على دينهم ألا لعنة على عقائدهم القذرة قارنوا بين هذا المنهج الذي أتحدث من خلاله وبين منهج قذاراتهم التي علموكم إياها يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته غيبة الحجة بن الحسن القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان لماذا لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف هم لا يحملون سيفا جعلهم بمنزلة المجاهدين لماذا لأنهم في عمل متواصل مثل ما أمرهم إمامهم الحجة بن الحسن في توقيع إسحاق ابن يعقوب أمرهم من أن يكثروا أن يكثروا من دعائهم لتعجيل الفرج وهذا الإكثار من الدعاء هو أمر بحسب معارض كلامهم هو أمر بالإكثار من العمل وهذه نتائج العمل وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف أولئك المخلصون حقا المخلصون الذين تفجرت ينابع الحكمة من قلوبهم على ألسنتهم هؤلاء هم الذين أخلصوا لإمام زمانهم والإخلاص يحتاج إلى معرفة كي تتحول إلى نية صادقة وبعد ذلك تتحول النية الصادقة إلى عزم راسخ والعزم الراسخ يتحول إلى همة عالية كي يتمكن من ترجمة ذلك في كل شؤونهم ترجمة نانسي قنقر